موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومحبا بكم في قناة جوهريات صحية سوف نحن لكم على التهابات اللودن التهابات التي تصيب لنا الودنين وكيفما تعرفوا أن الودن تكون من ثلاثات الأجزاء التي هي الرئيسية هي الودن الخارجية وكذلك الودن الوسطانية وكذلك الودن الداخلية فكيفما تعرفوا أن هذه الأجزاء هي المعرضة للنوع من الالتهابات لذلك سوف نحضر لكم على كل حاجة بوحدة يعني الالتهابات اللودن الخارجية كذلك الوسطانية كذلك الدخلانية سوف نحضر على كل حاجة يعني الأعرض لكل حاجة سوف نحضر على كل حاجة وكذلك العلاج ديال كل التهاب فأغير بدأوا على بركتي له هنا بالودن الخارجية فالودن الخارجية يعني هي المسؤولة على تجميع الصوت يعني هي اللي كتجمع لنا ذلك الصوت وكتوجهوا لاخل ديال الودنين ديالنا وبالتالي يعني فمن اللي كي يكون عندنا او اللي كي يحدد عندنا التهاب في الودن فهنا يأرى أوتوماتيك مون كتأثر لنا على السمع ديالنا وبالزاف إلا كان ذلك الالتهاب يعني مستمر وكان يعني كي يعطيك واحد الألام وهذا فالالتهاب ديال الودن يعني الخارجية باش غادي تعرفوا يعني شلو هما الأعراض ديالها فالأعراض يعني ديما كتختلف يقدر أنها تكون خفيفة يقدر أنها تكون غير متوسطة ويقدر أنها تكون يعني مجهدة يعني مصوبة يعني كتعطيك يعني كتوصل واحد المرحلة أنك يعني ما تقدرش أنك تتحمل فهنايا بنسبة الأعراض اللي هي خفيفة فبعد المرة يعني كتكون عندك الحكا يعني تنحكو دنينا وطي حماره يعني كي يكون هدك الحميرات اللي هو خفيف يعني على بره يعني هنا يرى تايبا لك يعني في فهنايا يعني في الودن وكذلك يعني كتبقى مبارزة يعني كش يعني ضروري أنه يعني شي حجرة كهينة في ودنك وما مرتاحش لها كذلك أنه كلقوا بعد السوائل هي يعني شفافة وما عندهاش الريحة كتخرج لك مبارزة هي ما عندهاش الريحة ولكن يعني خلطة ما بين ديك البيوت ديك الاسفورية يعني شفافة ولكن ما عندهاش الريحة فكذلك يعني ملي تتراك مو عندك الأعراض أو ملي تيزيله فهنايا كانت توجه يعني الأعراض اللي هي متوسطة فكتكون يعني ديك الحكا كتبقى يعني إلا كنتي كتحكي غير مرة وحدة مثلا ودنك و هكذا يا لا فهنايا كان زيد وكان يزيد أو ثاني أنه كتزيد يعني تحكي كل مرة كتحكي هنا فمنين كتبقى تحكي يعني مرة وحدة ثانية ثالثة وربعة و هكذا شنو يعني هنا يا أصلا كيزيد ذاك الأعراض كتبقى يعني الودن أنها تعطيك الصداع هالك الاحمر اللي هو خفيف ما كيبقى خفيف بالعكس أنه كتزيد يعني الودنك أنها يعني تزيد تحمر أكتر كذلك هادوك السوائل التي يكون عندك غير مرة مرة كشنو هنا يا يعني تزيد أنهم الودنك تزيد أنه تفرزهم بوحد الشكل اللي هو مفرد و كذلك كتحس أنه ودنك بحالي اللي عامرة يعني كتحس بحالي اللي عامرة و كتحس بحالي اللي مسدودة يعني مرة كتسمع شوية مرة ما كتسمع شكدا يا علش حيث هنا يا هادوك السوائل يعني تتراكموا لك في الدخل اللي ديال الودنين و ذاك شي علش تسداد كذلك بلي كي هادونا معك مثلا شي وحدو هادو ما كتبقى ش تسمعه بزع كتبقى تسمع غير ديك شوية ورطي هادوك شهد ولكن كتسمع غير شوية كذلك هادوك الألم يعني اللي كنحسوه بي في الودن ديالنا فكين تاشر و بتالي بعض المرات كيفا يعني لك تعطيك الألم يعني بكترا و وجهك طايح مار يعني طايح مار علش حيث هادوك الألم يعني ما قوتيش يعني قد لي كذلك كتحس بلعنق ديالك العنق ديالك يعني و هالجنب يعني ديال ديال في كينا هادوك اللي قدر كامل يعني يجب أن تحركه حيث فقط ما حركتي أو شي حاجة يزيد أنه يبرزك كذلك هنا بعض المرات يعني كتكون لودن منفوخة مثلا شي واحد تقول لك راه درني ودنيا لا توريك ودنيا يعني أمور ودنيا كتبقى أنه تمايا كين وحد الانتفاخ لماذا؟ حيث أصلا لديها بعد المرات العوتانية يكون لديك الانتفاخ الغداد للنفوية اللي كينا في الرقبة ديالنا ما نهضروش يعني على الحمى يعني السخانة هذيك أصلا كتزيد طلعه وما كتبغيش كاي طابط فمجرد أنه مثلا مليك تبغي تأخذ الماكلة ديالك أنك كتنضغ وكتحرك الفك ديالك فمليك تحرك الفك ديالك أشنو؟ أصلا لكتحرك كتحرك جهة ودنيك مياع أو تاني يعني ما كتخليك شأنك تكمل الماكلة ديالك وبالتالي قتزيد يعني تعطيك الألم فهذا فيما يحص يعني الأعراض ديال الأدن الخارجية كيف قلت لكم ولهذا يعني اللي عنده هذ الأعراض يعني هنا أعراض يعني كيف قلت لكم تتبان يعني الضغف فيفا وكتوصل يعني هذا الأعراض اللي هما بعد المرات يعني ضروري أنك تستشر مع الطبيب وأنك يعني أنت مشيت تشخص الحالة ديالك حيث أنت فهذا الحالة يعني تشخص لك هو الحالة ديالك حيث راكنين بعد المرات الناس اللي تيبقوا يعني تيهملوا هذ القضية وبتالي شوية بشوية تيزيدوا هذ الأعراض فهنا يعني يعني كيلي اللي كيحس بدك تيقول لك راكت يعني يعني ودنيه أش غا قول لكم يعني في هذك طانين يعني كت في هذك طان كتسمع ديك بحل ما كده هو رغير بوحدو اللي كيسمع هذا القضية وكذلك يعني بعض المرات يعني يقدر أنه يحس بالدغة كيف ما قلت لكم يعني ما الأحسن يعني استشارة طبيب في هذ الحالة هنا غا قطي نضروا على شنا هما الأسباب الأسباب ديال هذ الالتهابات يعني علاش التهابت لنا هذ الود الخارجية هذ الود الخارجي يعني هنا يا ف من به الأسباب يعني اللي كينات لأنه الإصابة هذا بالفيروسات أو بالبكتيريال في طريات كذلك وبزاف يعني كينا أمراد الجيل كان الناس اللي عندهم الصدفية والناس كذلك اللي عندهم هذ الإكزيمة فهذا الأسباب فهذا المشاكل الصدفية والإكزيمة ومشاكل الجلد يعني من بين السبب الرئيسي فهذا في ظهور الالتهابات دي الأدن الخارجية وكذلك يعني الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي لشنهما الأمراض دي الجهاز التنفسي يعني بحال مثلا هنا يا لقحبة مثلا يعني شي وحد ضربه لبرده هذا وكيبقى هذا المرض أنه ما عاجوش متل شي حاجة وبالتالي أنه كتلتشر البكتيريا وبالتالي كتأطل لنا على إتهابات الأدن كتسبب لنا عفوا الإتهابات الأدن الخارجية كذلك قضية أخرى من بين الأسباب اللي هي يعني شائعة عنده اللي كتتأخذ يعني شي حاجة وكتخشيها يعني فودنيك فودنيك هدا يعني كتبغي تنقيه هذا وبالتالي كتسبب يعني واحد جهر حول هذا وبالتالي هنا يتهورها سبب ولي كيزيد يعني اللي كيزيد أصلا يعني الخطر الإصابة بإتهابات ديال الأدن الخارجية كيف قلت لكم هو أنه العمان يعني من اللي كتبغي تعم ولا شي حاجة ومن اللي كتعم هذا كذلك ناس اللي كي يخدموا يعني هذو كسدادات ديال الأدن هذو كسدادات ديال الأدن هما من اللي ما كتديروهم وما كتنقيوهم شي يعني ما كتنقيوهم شي ما كتعقموهم شي هذا كتبغي كل مرة تديروهم كل مرة تديروهم كل مرة تديروهم وهما أصلا قاعدة يتعقبو متى شي حاجة فهنا يا كذلك كيزيد من من هذو الالتهابات آآ كذلك يعني هذو كليكيت أو الكيت يعني اللي كنديرو فدنينا باش نتصنطوا يعني شي حاجة ديرينا في التليفون أو البسي وكننركبوهم يعني كل مرة كنحطوه كنهزو 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 هدا ومثلا عقبوهم شي حتى هما تهو تهد شي يعني سبب كذلك يعني بقين بعد يعني اللي كيت يعني اللي كنديروهم فدنينا يعني فايت شي واحد أصلا كان مريض بشي عنده شي مرضى فدنيه وزينهم حنايا قدرناهم تهدار سبب كذلك يعني من اللي الحنايا مثلا كنديروها دوك البخاخات ديال ديال الشعر اللي فيهم دوك المواد اللي كدهيج لنا المهياجة وبالتالي يعني من اللي كدخلينا مع الودنين ديالنا أو لصبغة ديال الشعر هدا اتهدارها أشياء اللي كتسبب اللي كتزيد لنا من خطى الإصابة بالالتهاب الأدل الخارجية كذلك كينبعد الناس اللي تيب قوي يعني ياخدوا بإفرات يعني المضادات الحيوية يعني اللي زونتو بيوتيك المضادات الحيوية غير الموضعية يعني غير الكريم الكريم هكذا يتهداء السبب هنا غاد ينتقلوا للعلاج فبالنسبة للعلاج باش نعالجوا هاد الاتهابات ديال الأدل الخارجية كيف كنت لكم فهنايا شنو يعني هنايا ضروري ان هادك القيح اللي تيكون اودك السوائل اللي مجموع عنا في الداخل ديال الودنين الضروري انه يعني تيتسحبوا يعني خصوم يتحيدوا هو اللول وهاد الشي بطبيعة الحال يعني كيتحيد يعني من طرف طبيب أخصائي الأنف والحنجرة وهنايا كذلك يعني الطبيب هنايا يعني تيقوم هاد العملية اللي كنت لكم وايضا يعني هنا يارها ضروري انه كي يصف لكم يعني واحد دواء اللي هو مناسب فحال مثلا كي يعطيكم مضادات حيوية هاد المضادات الحيوية ممكن انها تكون بعض مرات فموية يعني كناخدوها يعني بحدوك سلشيات ديال الانتبيوتي كناخدوهم هكذا يا وكذلك اه كيقوم بوصف يعني مجموعة من القطرات ديال الودنين اللي هي تهي اللي هما ديز انتبيوتي يعني قطرات كنديرهم بصباح و بنهار و في العشية هذا كذلك حاجة أخرى يعني ديما نتجنبوا اننا نغسلوا ودنينا هاد الشي غيرك باش احطيات وعضاء انا نتجنبوا نقص لودنين ديالنا بواحد شكله هو متكرر بالصابون حيث هذا يعني الصابون اي لمشا تيدخلوا ودنيا اليوم مغدا اليوم مغدا تهوارك يسبب لنا في مشاكل كذلك من اللي كان ندوشو او من اللي كان عمو ضروري انا الودن ديالنا اننا نجفوها يعني نمسحو مزيان باش ما يبقاش فيه داكل ما بايش ما يسببش لنا الفيطريات كذلك ما خصناش نبقوا ندخلوا شي حواجي يعني في ودنينا بحل سارج بحل شي شي مقبط يعني ديال ديال الشعر يعني اي حاجة القيناها نبقوا حنيا نخشوها في ودنينا باش زمن نقاوه من ذاك الشمال ما خصناش نجيرو بحل عبكة وكذلك يعني ما خصناش نبقوا كيف قلت لكم يعني كل مرة نسدو الودنينا بها دوك دوك سدادات دوك ليستوبوبوغوي كيف قلت لكم يعني ليستوبوبوغويتهما ما نبقاش نستعملهم بكثرة اه بكثرة اه بكثرة طي اللي استعملناهم في حالة يعني كيني الناس اللي ساكني بشي برصة يكون فيها صداع بزاف وهذا ومساكنتين يبغيوا ويرتاحوا ويناس ويتيجيروهم اي نديروهم ولكن ما نكتروش فيهم تاني حاجة من اللي كنديروهما كنحيدوهم ضروري انهم خصوهم يتعقموا برور انه خصوهم يتعقموا هذا فيما يخص الالتهابات ديال الادن الخارجية وهنا هنطق لكما الاودن يعني الوسطانية الالتهابات الاودن الوسطى فالتهابت الاودن الوسطى عشنه هو السبب ديلك الالتهاب جيلها هو انه يعني كيكون تهما فيروسات فطريات كذلك يعني انه كيكون فيها السوائل انهم احتل introduقاء السوائل فمالاعراض ديل الالتهاب الوسطانية انه يكون عندك السمع ضعيف يعني ما كتقدرش انك تسمع بشكل انت موالف انك تسمع كذلك انه يكون عندك يعني ما كتكونش عندك واحد الرغبة في الماكلة وكت مشي يعني منعها ما كتكونش عندك الرغبة وبالتالي يعني تيكون عندك هنا فقدة شعية كذلك انك كتحس يعني بالألم يعني فودنك وبزاف هنا يا انت كتحس بالألم فودنك فهذا الالتهاباتي للأودو الوسطى هو انه مليك تبغي تكا مليك تكا على ظهرك تمفين كيكون عندك الآلم كذلك انه كيكون عندني ارتفاع في درجات الحرارة انه يعني كتبقى قلس ما بيكمع لك واحد شفيك تطلع لك الحرارة مرة هابتا مرة نازلة وهذا كذلك يعني كيبقى الآلام مرة مرة تيجيك في الراس يعني كتحس بوحد صدع كذلك الحكا التام من بين الاعراض دي الالتهاب الودو الوسطى كيف قلت لكم انه كيكون عندنا هذا الحكا فودنك كتبقى تحق وبثالي يكون عندك الحمرار ومن بعدش ما تيجي مرهات يجي انها كتورم يعني كتنفخ كذلك انه كذلك ما ننسوش انه هدك الشمع اللي كيكون عندنا في الودين يعني تيزيد يعني الزيادة في كمية ديال الشمع كذلك يعني ضعف يعني اللي كيكون عندنا ضعف الجهاز المانا يعني المانا عديلنا كتكون ضعيفة كذلك كيكون عندنا اضطرابة في النوم يعني ما كان بقوش كنسوكي في ماء مولفي كذلك انه كيكون بعض الافرازات تيخرجوا من الودين ولكن هاد الافرازات عندهم واحد الريحة اللي هي خيبة التهمة يعني كتكون عن رحة اللي هي خيبة وبالتالي كيف قلت لكم انه التهنية ملي كيكونوا الافرازات تيخرجوا من الودين يعني وعندهم واحد رحة اللي هي خيبة كتحس بانه رهود هذا يعني ودنيك عامرة يعني ممتلئة و بالتالي هنا كتجيك الدخاء وكتجيك الدخاء وما تبقاش يعني شد التوزن ديالك و كذلك ما ننسوش بأنه من الأعراض ديل التهابت للوضو الوسطى أنه الحلق ديالك كتحس به بحي لمبحه يعني كتجيك في ديكل البحه وحتى فيه الألم يعني دارك گوه مكتب يعني دارك فشنهما لأسباب الإلتهاب الوستانية فكان بزاف كان الأسباب فمن بينتهم أنها تكون عندنا الجو لي هو ملوث بسبب دخان المصانع وكذلك قال الطوام مربيلات كذلك كان الناس سبب آخر أنه الناس اللي عندهم الحساسية التنفسية كان الناس اللي مرض بالحساسية كذلك السبب اخر هو ان هذا الشبهين تكون عندنا في الودن يعني التراكم تراكم وبتالي شنو هو التراكم عندنا الشمع في الودن ديلا وبتالي يعني سد لنا هذا اسميتو وبالتالي حدث لنا 2020 يقام بazzـ الالتهابات في الذخل ديلا في الودن ديلا وبتالي يعني يعطينا الألم كذلك انه من بين الاسباب اخر يعني كين واحد سبب اخر هو انه خالف البروتين الميوسين يعني خالف البروتين الميوسين او خلال تشريحي في قناة استاكيوس هذا هو السبب في هذا التهاب ديال الودو الوسطى فكنصيحة يعني كنصيحة انه ما خصناش نتعرضوا يعني نبقاوا في واحد البلصافين كين صداع بزاف وضك الضوضة وهذا حيث هذا الشي يعني كي ياضطر لنا على السمع ديالنا كذلك ما خصناش ناخدو او اننا نستخدموشي الادوية اللي كي تاضطر لنا على العصاب السمعي حيث راكين الادوية اللي كي ياضطروا على العصاب السمعي كذلك مليك تكون فيك الكحبة او لا مليك يضربك البرد وكي تكون مروح ضروري انك خصك تعالج هاد الجوج حيث مني ما كتعالجهم اراه كي اضطر لنا على السمع بطريقة يعني مباشرة وهنايا غدينتقلوا العلاج اشن هو هاد العلاج او اشنو خصنا نديرو باش تعالجوا هاد الالتهابات ديال الودو الوسطى يعني باش نتخلصوا كيف قلت لكم يعني من هاد الالتهابات باش يعني ااا ما تسببش لنا في واحد المضاعفات اللي غدا ادي انه اخصصنا حيث بعض المرات كتسبب لنا بشي مضاعفات اللي تخلي مثلا اللي تخلينا ان هذه الطبلة ديال الودو ديالنا انا هاتقب قبل ان نصلوا لهذا الشيء وبالتالي ملك التقب يعني هذيك تبلد الادن سمع اوتوماتيك مون نفقده بشكل كلي او جزئي يعني على حسب هذا التقب فاول حاجة يعني في العلاجات كيف بما قلت لكم انه كيتعالج هذ القضية بالمضادة الحيوية يعني بلزانتي بيوتيك اللي كي قضيوا لنا على البكتيريا هذل زانتي بيوتيك كيف بما قلت لكم يعني هنا يرى كيتواجدوا علاجه شويج يعني اما يعني كيتواجدوا على شكل القطارات يعني القطارات ديال الودنين او لا يعني كننخدهم عن طريق الفب كذلك باش نهمدو هذا الصداع او هذا الالم اللي لعدنا في ودنينا كننخدو ديما كننخدو المسكنة ديال الالم بحل مثلا الايبوبريفين هذا الايبوبريفين موجودة في مجموعة من الادوية سوف نذكر لكم على سبيل مثال نوعان بحل مثلا نضول فين اكتسون ميلي جرام هذا يعني كننخدو الفطار والغضاء والعشاب مورا الماكلة او اننا كننخدو نغضول اكتسون ميلي جرام كذلك هنا اولا كننخدو الاسبيرين الاسبيرين موجود في مجموعة من الادوية مثلا كين اسبيرين فيتاميني اللي هو كيدوب وكين اسبيرين ديغولتا كذلك كننخدو باراسيتامول الباراسيتامول هو المادة الموجودة في مجموعة من الادوية مثلا دوليبران كينف بغانتال كينف سيطاميل وكينف بزاف صغيرة اكتفيت لكم بهذا كذلك يكون عندنا الالم ممكن اننا نسخنوا كيفوطاء او هذوك البوهيليت اللي كان عمرهم بالمسخون وكننضعهم على هذوك البلاي صغير لباش هذوك السخونية وذوك الدفاء تيبرد لنا هذوك الالم بعد الحالات يعني كينف بعد الحالات اللي اتهدوا من هذو الحوج اللي قتليكم يعني ما كتصلحش وبتلي هنا طباب ولي كلي شخص الحال اكتر حيث بعد المرات يقدر انه يقوم بعمليات جراحية اللي كتوالم الحالة دياله فهنايا يعني إلا كنشمع دياله يعني هو السبب في الالتهابات فهنايا إلا تأكتي يعني إلا تأكتو من أنه يعني عندك شمع في ودنك وهو اللي سبب لك الالتهاب فهنايا يعني ممكن أنه تخضو غير شوش قطرات دياله هذا زيت الزيتون وهذا أكدرهم يعني في الودن باش هذوك شمع يعني إرطاب و باش يتإزهل في تحياد دياله أولا يعني لما بغيتوش يعني راه كين مجموعة من القطرات يعني اللي كتتبع يعني في الفارماسي كده باش هدك شمع يتحياد وكيف كتلكم يعني في الفيديو السابق أذكرت لكم بعض القطرات اللي كتبع في الصيدلية بحل مثلا في زيود السيروم كينة كينة أوتيليس كينة أوتيليس فراي يعني هادو باش تنقيوا يعني الودنين ديالنا وهنايا يعني شي واحد اللي في حالة يعني خشاشي حاجة في الدموجب اللي يخرج منها الدم وهنايا هنا ما خصوشي بيستشي حاجة فهنايا ضروري أنه خصو يشوف الطبيعي حيث ممكن يعني يكون هذيك طبلة الودن هي اللي تقبعت له هنايا غتينتقلوا كذلك الالتهابات ديال الودن الدخلانية الالتهابات ديال الودن الدخلانية هنايا أصلا كتكون يعني السبب ديالها هو الفيروسات يعني والبكتيريا وكتنتقل لنا يعني الودن الدخلية وكتسبب لنا واحد تلوث في القناة السامعية فهنايا يعني من الأعراض ديالها أنه هنايا كتت المريض أو المصاب هذي الالتهابات كي يحس بواحد ودنيه كتصفر كتجهديه ما الدخاء وما كيقدرش أنه يشددك التوازن وبتالي يعني حتى عينيه كيكونوا طايحين شوية ما تيقدرش أنه يتمعن فيك مزيان أو أنه عفوا يشوف فيك مزيان بوحد اسمي شو يعني يشوف فيك وهو مركز معك يعني كيكون عنده وحدة مشكلة كذلك أنه في الالتهابات ديال الودن الدخلية أنه كنفقدو السمع ديالنا في واحد الودن ديالنا إما كنفقدوه في الودن الليمنية أو لا كنفقدوه في الودن الليصري يعني ما يمكنش نفقدوه بجوج غير واحد الودن ما كنسمعش بزا فقط كذلك أنه من بي الأعراض أنه يجي تطقي يعني كيبغي يرد كيحس إما كي تطقي أو أنه بغي يرد يعني كيحس بذك اللغتي فهنا فهنا في العلاج يعني ديال هاد قبل ما نهضروا على العلاج اللي نخلي هو الآخر نذكر لكم بعض الأسباب كيف ما تكرت لكم يعني الأعراض نذكروا بعض الأسباب فهنا يعني ما كان حتى يعني هنا نسبقوا يعني بوحد المرض اسميته مارد مينير فهنا مارد مينير يعني ما عندوش يعني ما كانش هي سبب معروف بالإصابة دياله ولكن يعني كينا بزاف ديال العوامين اللي هي غادي تكون سبب في الإصابة بهذا المرض بحل مثلا أنه كتجمعه مارد مينير كذلك مارد مينير لكي تعرفوا الاعراض دياله انه ملاه يعني كيحس يعني بدخل بوحد شكله هو مفاجئ يقدر انه يستمر عنده تلعشرين دقيقة او من عشرين دقيقة قاعدة ساعة ساعتين يعني اهلا حسب كذلك يعني يعني ارضان يعني الودن كتكون مسدودة يعني ما كت ما كيسمعش بيها وكذلك يعني تيفقد السمع بوحد شكله وغير مؤقت ولي من بعد او تاني ترجع ولكي يملك تفقد يعني السمع ديالك وتيمشي وتبقى يرجع ارا يقدر انه يجي واحد مار تفقده بوحد شكله هو كلي الا ما تعاش هاد هاد المرض فهنا يعني اه اه نعرفكم على مارض ميني رشنا هو هو يعني ملأ مراج واحد مراج اللي كت تصيب لنا او اللي كتأطر لنا على الودن الداخلية ديالنا وهو واحد الاضطراب كيحدث في الودن الداخلية هنايا وكيأطر على واحد الودن بوحدها وهاد المرض كيف ما كتعرفو انا ويقدر يجيك في اي سين ولكن عادة يعني كيبدأ منسي من الرشد يعني ما نقول لك يعني من ديكة 17 متش الفوق يعني كيبدأ منسي من الرشد كبكت لكم هنايا فاندقلوا العلاج العلاج يعني ديال هاد الالتهابات الودن الداخلية هو انه طبيب هو الوحيد اللي اللي تيشخص هاد الحالة ويصيف مجموعة من الادوية يقدر انه اه تكون مضادات حيوية بعد المرتين لما قدرت تتجي حاجة يمكن انه يمقم باجراء عملية جراحية هنايا يعني كان نصيحة يعني إلا إلا حسيتي يعني براسك يعني شدك الدخل وهذا كان نصيحة من الاحسن تقلص فلاستك يعني تتفوت كل حالة وسير يعني تمشى وكمل على طريقك حيث يعني بساف الناس مثلا كتجيهم الدخل كيبقى انه تيكمل على الطريق دياله وبالتالي اه كتجي واحد اللحظة اللي متى يقدرش انه يسيطر على رأسه وبالتالي يعني كتجي يقدر اه تجيش يتقى في الراس ولا يتهرس يا عبي السلامة ولا شي حاجة بحالها كده كذلك الناس اللي مرض بهاد الاتهابات الادن الداخلية انه يعتر راحة لرأسه انه يمشي يرتاح شوية كذلك انه اه مخصوش يبقى يشوف تلفازة يعني بوحدة اه يعني السوايع ساعتين السوايع هذا يعني حيث العينين كيف قلت لكم تهم مرة عندهم علاقة بالودنين وكذلك يعني اتجنبوا انهم يخدوا دوكل مشروبات ديال القافيين اللي بحال القهوة حيث كتطر على التواجن حيث كتطر لنا على التواجن ديال السوائل في الودن هنايا بنسبة للمرض مينير كيف قلت لكم لي كيصيب لنا هاداك الودن الدخلانية ديالالدخلانية فهنايا يعني هذا مرض مينير ما عندوش علاج واحد العلاج اللي كي يحيدو مية في المية ولكن اه كانين بعد الادوية فقط لي كتخفف لنا من هادا من دوكل الاعراض ديال ديال الدخا والطباب بوحده هو اللي يعني اللي تقوم بالوصف ديالها على المريض وذلك انه بعد المرات يعني كيتم الاستخدام ديال هاداك الجهاز اللي تيساعد على السمع بغاحت هو هاداك يعني هاتيك اللعيبة اللي كتتركب في الودن هاتيك اللعيبة اللي كتتركب في المحلات مثلا فبشغير تساعدنا في القدرة على السمع فهاتيك الودن اللي هي بوصانة هاد شي في ما يخص هاد الموضوع ديال اليوم اللي كتلكم الالتهابات الودن سواء لا خلية او لا البسطانية او لا الخارجية نتمنى انني لفيدكم في هادا الفيديو و الى الفيديو القادم ان شاء الله السلام عليكم حضر الله و بركاته عم continents عم跡 عم عم اشتركوا في القناة